اشتركوا في القناة معكم مصطفى امان قبل ما ابدأ معكم موضوع فيديو النهاردة حابب اني اعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل الناس اللي انتقادتني نقد بناء وقدمت لي النصائح والارشادات علشان احسن من مستوى القناة ادام الله بيننا الود ولكم جزيل الشكر وبعتذر برضو للناس اللي خلقها دايق علشان الفيديوهات اللي بنزلها وقتها طويل انا بعمل كده علشان مش عايزك تاخد الحل كوبيبست او تلصقك وقول لك عشان تحل مشكلة كذا اعمل واحد اتنين ثلاثة لا انا عايزك تكون فاهم الحل دوت اتعمل لي عايزك تبقى فاهم مش حافظ وده الهدف من القناة دي طيب عشان ما طولش عليكم تعالوا بينا نشوف الموضوع اللي معانا في الفيديو بتاع النهاردة لو عندك ملفات شغل مهمة وخايف من الاولاد انهم يمسحوها بالغلط اثناء استخدامهم للجهاز وطبعا انت مش عايز تمنعهم من استخدام الجهاز لان ده لغة العصر وانت محتاج ان هم يتقنوها او لو خايف ان الاولاد اثناء غيابك يوصلوا فلاشة فيها فيروسات وطبعا هيترتب على كده ان الجهاز يتضمر او لو انت شغال اي تي في مكان امكانياته لا تسمح بشراء سيرفر وعمل دومين يتحكم في الاجهزة لكن في نفس الوقت انت عايز تحد من صلاحيات المستخدمين فلو انت بتعاني من التخوفات اللي قلناها دي كلها تعالوا بينا نشوف ازاي هنقدر نتغلب عليها والحل اللي هقدمه لكم النهاردة هو انشاء يوزر له صلاحيات محددة لكن بطريقة احترافية والحل بتاعنا بيعتمد في تنفيذه على اربع خطوات رئيسية تعالوا بينا نشوفهم مع بعض اول خطوة هنعملها وهي تفعيل مدير النظام اللي هو اليوزر الادمينستريتور تاني خطوة انشاء مستخدم بصلاحيات محدودة الخطوة التالتة معانا هنعملها وهو انشاء بارتشن لليوزر علشان يحط فيه الداتا بتاعته ورابع خطوة واخيرة وهي تعديل بعض الاعدادات في الجروب بولوسي فهيلا بينا ندخل على الويندوز بتاعنا ونطبق الخطوات اللي احنا قلنا عليها اول خطوة هنعملها مع بعض وهي تفعيل مدير النظام اللي هو اليوزر الادمينستريتور طبعا انا بصفة شخصية انا بحب اشتغل باليوزر ده فما يغرقش ان اليوزر بتاعك يكون باسمك او باي اسم تاني انصحك ان انت تشغل او تشتغل باليوزر الادمينستريتور لانه هو مدير النظام وبيكون مفتوح لي صلاحيات كتير جدا بخلاف اي يوزر تاني فمن قائمة start هنختار control panel نفتح حشان تبان ومن control panel هنختار administrative tools ومن الادمينستريتوف طولز هنختار computer management ومن الكمبيوتر مناجمنت هنختار local users and groups هنفتحها ونختار منها users هتلاقي هنا كل اليوزرات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر منها اليوزر بتاعك اي ان كان اسمه والادمينستريتور هتلاقي قدامه سهم كده نزل تحت ده دليل على ان اليوزر معمول له disabled وعلشان نفعله هنعمل click من عليه ونختار properties ومن properties هنشيل checkbox اللي قدام account is disabled وبعد كده هندوس apply واوكي وبكده نكون نفذنا الخطوة الاولى وهي تفعيل مدير النظام بنجاح هنعمل تسجيل خروج او log off من اليوزر الحالي علشان ندخل على user administrator وبكده تكون خطوتنا الاولى انتهت بنجاح هنظهر بس ايقونات سطح المكتب الخاصة باليوزر ده اما بالنسبة لخطوتنا التالية وهي انشاء مستخدم بصلاحيات محدودة الخطوة ديت احنا بننشئ مستخدم صلاحياته ومش زي صلاحيات المدير النظام هيكون محروم من حاجات كتير جدا في النظام زي مثلا هيكون محروم انه هو يسطب برامج او انه يقدر يعدل في عددات الشبكة عشان يقدر يفتح نت ولا لأ او انه مثلا يقدر يعدل عددات الوقت والتاريخ دي عينة من الحاجات اللي هيكون محروم منها من قائمة start هنختار control panel هنفتح الكاتيجوري وهنختار large icon عشان يظهر لنا كل الايكونات بتاعة control panel هنفتح عشان تكمبينا كلها ومن ال control panel هنختار الadministrative tools ومن الadministrative tools هنختار computer management ومن الكمبيوتر management هنختار local users and groups ومنها هنختار users وفي اي مكان في المربع الفلوسط هنعمل click يمين ونختار منه new user وفي خانة user name هنكتب اي اسم انت عايزه وليكن مسلا وننزل تحت في الباسورد هنكتب واحد اتنين ثلاثة مثلا ونعيد كتبته تاني واحد اتنين ثلاثة وهنشيل ال checkbox اللي قدام user must change password at next login طيب انتبه كويس جدا لما هنحط ال checkbox قدام user cannot change password كده انا بقول للويندوز او بقول للنظام ان ال user ده صلاحياته محدودة ولما هحط او هعلم على ال checkbox اللي تحتيها اللي هي password never expired كده انا بقول للنظام ما تخليش الباسورد او ما تطلبش مني اغير الباسورد كل شوية هي باسورد واحدة كفاية وطبعا بنفس الخطوات ديت هنعمل password user administrator لانه ما ينفعش يكون من غير باسورد عشان مش اي حد يفتحه هندوس create كده الوزر بتاعنا تكريت وهندوس close هتلاحظ ان الوزر بتاعنا ظهر في قايمة اليوزرات من نفس الاسم اللي احنا سمينا به هنقفل كل ده وبكده نكون خلصنا الخطوة التانية بنجاح اما بخصوص خطوتنا التالتة وهي انشاء بارتشن لليوزر فالخطوة ديت احنا بنعملها لان فيه قضاع كبير من الاجهزة بتكون نزلة ببرتشن واحد بس وهو السي خاصة اجهزة اللابتوب بيكون بارتشن واحد عليه ملفات النظام وعليه الملفات الشخصية بتاعت المستخدم فاحنا عايزين نقططع من البرتشن دوت جزء يكون للمستخدم بحيث يكون او بحيث ان احنا نحط عليه الملفات بتاعته اللي هيستخدمها وطبعا انا بنصح لو كان جهازك عبارة عن بارتشن واحد ان انت تستقطع اثنين بارتشن واحد يكون ليك تحط في الداتا بتاعتك بعيدة عن الويندوز وواحد للمستخدم بحيث ان لو الويندوز حصل له حاجة تكون ملفاتك بعيدة عنه لو انت اضطريت ان انت تعمل فورمات للاسي تكون ملفاتك بعيدة عن السي وفي امان هنفتح قيمة اسault وهنختار منها ctrl panel ومن ctrl panel هنختار برضه l-administration tools ومن الادمنستريتف تولز هنختار برضو الكمبيوتر مناجمنت ومن الكمبيوتر مناجمنت هنختار المراضي الديسك مناجمنت هزهر لنا الهرد بتاعنا عبارة عن برتشن واحد زي اي جهاز سيبك من البرتشن المكتوب عليه 100 ميجا ده تبع الويندوز خلينا في البرتشن الكبير اللي مكتوب عليه سي هتلاقي هتلاحظ ان حجمه 60 جيجا انا عامله برتشن واحد زي اي جهاز عندك عشان تتأكد هتلتح مع الكمبيوتر هتلاقي هو برتشن واحده طيب هتقول لي ازاي والويندوز نازل والنظام ايم هتقطع منه هقولك بسيطة يا عم هتعمل على البرتشن اللي هو سي دوت كليك يمين و هنختار منها شرينك فاليون هتلاقي في البوكس اللي فتح لك دوت في الارقام اللي هي متظللة النظام بيقولك انت عايز تاخد كام من البرتشن دوت طبعا احنا اتفقنا ان الجيجا بتحسبها ب 1024 زي ما اخدنا في فيديو تسطيب الويندوز فانت مثلا لو عايز تقطع من الهارد 2 جيجا هتكتب له 2048 ميجا ده لو انت حابب تاخد المساحة بالدقة لكن لو انت مش حابب الدقة زي انا بحسبها 1000 يعني لو عايز اتنين جيجا هكتب له 2000 عايز خمسة جيجا هكتب له 5000 ادي 5000 يعني خمسة جيجا وهقول له شرينك وكده هتلاقي البرتشن بتاعك اتكريت كمساحة 5 جيجا بس مش مدفع على لسه والدليل على كده ان احنا لو فتحنا الماي كومبيوتر هنلاقي لسه برتشن سي بس هتلاحظ ان هو برتشن ان لوكيتد لسه ما تحددش هنروح لي ماي كومبيوتر علشان نتأكد ان احنا عندنا برتشن واحد هنلاقي سي طيب عايزين بقى نفعل البرتشن دوت هنعمل علي كليك يمين ونختار نيو سيمبل فاليوم هندوس نيكست ومن خلال الرقم دوت هو بيقولك عايز تخلي البرتشن كام فاحنا هنقول له احنا عايزين التوتل كله يكون البرتشن طبعا انت ممكن تقسمها لأي عدد انت عايزه زي ما اتفقنا 1000 يعني جيجا فقسمها زي ما انت عايز هندوس نيكست من خلال الكاندية انت بتختار الليبل بتاع البرتشن هيكون اسمه ايه اللي هو السي والدي والاي يعني طبعا احنا هنختاره الايه اللي هو الدفولت بتاعته وهنسيب بقى الاعدادات زي ما هي ونقول له نيكست من هنا ده الاسم البرتشن اللي هيكون متسمي بيه في الويندوز ممكن اختار اي اسمه ليكون يوزر وهسيب الانت افاس زي ما هي وهقول نيكست وهقول فينش وبيعمل فورماتينج كده البرتشن اتاكتف معنا وعلشان نتاكد ان البرتشن فعلا اتاكتف او اتفعل او تم انشاءه هنروح لي ماي كومبيوتر وهنلاقي فعلا بارتشن باسم يوزر زي ما عملناه وحجمه خمسة جيجا وبكده تكون خطوتنا التالتة انتهت بنجاح هندخل على خطوتنا الرابعة والاخيرة وهي تعديل بعض اعدادات في الجروب بوليسي طيب ايه هو الجروب بوليسي الجروب بوليسي بكلمه بسيطه جدا هو السوق اللي فيه الاعدادات او الصلاحيات بتاعت الويندوز كلها او بمعنى ابسط وفوكاه شوية عامل بالضبط زي مدام سعادل في الدولار الرابع اللي معاها كل حاجة اللي تقدر تمشي لك دنيتك ولي تقدر تخنؤك في عيشتك فالجروب بوليسي كده بالضبط من خلاله بتقدر تقفل الدنيا كلها للمستخدمين تفتح له حاجات معينة تقفل له حاجات تانية دي حاجة ترجع لك انت في الحالة اللي معانا احنا محتاجين نعمل ثلاث حاجات اول حاجة وهي ان احنا نقفل كل الريموفابول ديسك يعني حطيت اي فلاشة حطيت اي سطوانة او حطيت ريدر بيقرأ ذاكرة ده خلال موبايل او حتى حطيت موبايل الويندوز هيشوفه بس مش هيسمح للمستخدم ان هو يفتحه دي اول حاجة تاني حاجة عايزين من الجروب بوليسي يمنع ان المستخدم يفتح اي بارتشن موجود في الماي كومبيوتر يعني لو فيه مثلا سي او دي هيلاقيهم موجودين بس مش هيقدر يفتحه اما الحاجة التالتة اللي عايزين الجروب بوليسي ان هو يعملها وهي انه يخفي كل البرتشنات والدرايفرات اللي متوصلة عليه فيما عدا البرتشن اللي احنا حددناه للمستخدم طبعا المستخدم يعني طبعا الخطوة دي اهميتها في ايه ان المستخدم طول ما هو شايف البرتشنات موجودة قدامه هيحاول ان هو يخش فيها وممكن يبوص اي حاجة لكن لما تكون مخفية من قدامه مش هيفكر ان هو يعني مش هيشتغل الى على البرتشن بتاعه بس من قائمة start وداخل البحث هنكتب كلمة run run وهندوس enter او لو عايز تستخدم الاختصارات هتدوس على زرار من الكيبورد شعار الويندوز وحرف ال R هتزهر لك ال run هنكتب جواها mmc وهندوس enter الامر دوت هيفتح لنا الشاشة لانشاء جروب بوليسي مخصصة لنا هنفتح عشان تباني من file هنفتح او هنختار add ومن ال add هنختار group policy وندوس على زرار add هندوس على browse ومن browse هنختار users طيب هنا برضو جايب لنا قائمة اليوزرات بتاعت الويندوز كلها انا اقدر طبعا اني اختار اي يوزر واقفل فيه التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم طيب افرد فيما بعد اضطريت ان انا اعمل يوزر تاني طيب هل انا اضطر ان انا اعيد كل الخطوات اللي انا عملتها دي تاني اه طبعا مضطر ان انت تعيد الخطوات دي تاني طيب لو انا مش عايز اعيد الخطوات دي كلها تاني اعمل ايه هاختار اليوزر اللي هو اسمه non administrator اللي هو اخر واحد تحت الاختيار دوت انا بقول للنظام طبق الاعدادات اللي انا هعملها في الجروب بوليسي على اي يوزر معادة اليوزر ال administrator فانا لو النهاردة كنت اعمل يوزر وحبيت بعد اسبوع مثلا ان انا اعمل يوزر جديد النظام automatic هيطبق عليه الاعدادات اللي انا عاملها من غير ما انا احتاج اني اعيدها من اول وجديد وهقول له اوكي وبعد كده finish دي الجروب بوليس اللي احنا انشأناها هقول له اوكي طيب هننفذ بقى الحاجات اللي احنا عايزينها من الجروب بوليس بتاعتنا هنفتح ال local computer من خلال السهم اللي جات صغير لجنبها هنوسع بس الاطار شوي عشان نعرف نقرأ المسميات ومن ال administrative templates هنفتح برضو بنضغط على السهم اللي جنبها وهنختار all setting دي يا جماعة كل الاعدادات اللي موجودة في الجروب بوليسي تقدر تعيش معها زي ما انت عايز احنا عشان نرتبها بس ترتيب اب جدي الفابت هنضغط على التابة اللي فوق ديت ضغطة او ضغطتين عشان تترتب من الالف لليا او من ال a to z اول حاجة عايزين نوصل لها اللي هي all removable storage ودي اللي هتخلينا نتمكن ان احنا نمنع المستخدم انه هيفتح اي removable storage او جهاز تخزين متحرك زي مثلا فلاشة او cd rom او dvd او reader بتاع الميموري او حتى لو وصلت موبايل هنعمل عليها double click وهنختار enable و apply واوكي اما تاني حاجة عايزين نوصل لها هي prevent to access او prevent access to drives from my computer و دي هتمنع المستخدم انه يقدر يفتح اي drive او اي partition على الجهاز هنعمل عليها double click وهنختار enable لكن خلي بالك من نقطة مهمة ال default بتاعها ان هي تمنع المستخدم من فتح اي drive وده شيء مش منطقي لان احنا عملين له partition هنحط له في الملفات بتاعته عشان يستخدمها فمش معقول هنمنعه كمان انه يوصل من البردشان بتاعته فمن القايمة ديت هنقدر نحدد احنا عايزين نقفل عليه A بالظبط ال A and B دول اللي هم اللي هم اللي اللي هم اللي ودي حاجة قديمة ال C only اللي هو drive C ال D only لو احنا عايزين نقفل عليه D بس ال A B and C ديت لو هنقفل عليه الفلوبي جهازين الفلوبي وال C بس وال A B C and D دي لو هنقفل عليه الفلوبي وال C وال D restrict all ديت لا احنا مش هنخليها restrict all فبما ان احنا ما عندناش partition D فاحنا هنختار A B and C طيب احتياطيا ممكن يكون السيدروم هياخد D فاحتياطيا احنا ممكن نختار A B C and D عشان نضمن ان هو مش هشوف اي حاجة ونقل apply ونقور اوكي اما الحاجة الثالثة اللي احنا عايزين نعملها في الجروب بوليسي وهي hide this specified drive or drives in my computer وده علشان نخفي كل الدرايفرات من الكمبيوتر هنعمل عليها double click ونختار enable وهنختار نفس الاختيار اللي اختارناه في ال prevent A B C and D ونقول apply و اوكي وبكده نكون خلصنا الخطوة الثالثة بنجاح هنقول هنقفل هنقول save yes وهنا هنحدد اسم اي اسم للملف دوت انا هسيبه زي ما هو console 1 وهاختار بس ان هو عايزي تسايف في الدسكتوب وهقول save طبعا الخير دوت علشان لو حبيت اني ارجع للملف وعدل في اي حاجة مثلا عايز افتح لليوزر حاجة من اللي انا اقفلها عليه مجرد ان انا افتح الملف دوت عشان ما اعملش كل الخطوات اللي فاتت دي مرة تاني واعدل فيه زي ما انا عايز طبعا الاعدادات دي كلها على اليوزر بتاعي اللي هو administrator مش مسمعة يعني انا اشايف كل الدرايفرات وقدر اخش على اي حاجة انا عايزها ولو وصلت فلاشة كمان هقدر اوصل للدات اللي جوه طيب عايزين بقى نجرب نشوف الاعدادات دي على اليوزر اللي اسمو يوزر اللي احنا عملنا هل هي مسامعة ومتفعالة ولا لا هنخرج من اليوزر بتاعنا اللي هو ال administrator هنعمل switch user وهنفتح اليوزر اللي احنا انشأنا اللي هو يوزر وهنكتب الباسورد اللي عملنا له اللي هي واحد اتنين ثلاثة هنظهر ايكونات سطح المكتب لليوزر دي خطوة انا بعملها بتعود ان انا عملها by default هنفتح الماي كمبيوتر تا 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 مفيش غير الportation بس اللي احنا حددناه له اي حاجة تانية مش موجودة لو وصلت حتى فلاشة مش هتبقى موجودة هيفتح الportation بتاعه هلاقي بيفتح معاه وهيقدر انه هو يكاريت عليه اي فولدرات واي داته هو عايزة وكده نكون نجحنا في حل المشكلة اللي احنا كنا بصددها في نهاية الفيديو انا بعتذر عن انه طول مننا واتمنى يكون استفدتوا منه اي معلومة جديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم